لسه مستمرين في أخبار نادي الزمالك أحمد عيد ظهير أيمن نادي الزمالك المعار إلى نادي أمبي بيقترب من العودة مرة تانية لنادي الزمالك بعدم تجديد أعارضه مع نادي أمبي بسبب اقتناع الكولومبي خوان كالوس أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك بيه اللعب بعدما شاف المباريات بتاعته وأداءه مع أمبي طلب أنه يرجع مرة تانية إضافة لعدم موجود أي خيارات أخرى أمام الزمالك لعدم أو لدعم الجبهة اليمنى سوى عودة عيد نروح لمدير الكرة في نادي الزمالك عبدالواحد السيد لهو بيجهز عرض جديد علشان يقدمه لسيف فاروق جعفر لعب الفريق عقب مباراة تطلاق على الجيش اللي بتخام مساء السلساء علشان يجدد عقده مع الفريق اللي بتنتهي بنهاية الموسم الحالي ده بالنسبة للعرض اللي بيقدمه عبدالواحد السيد لسيف فاروق جعفر لسه مستمرين معاكم في أخبار القلعة البيضاء جهاز الكرة في نادي الزمالك بيقرر تغريم نبيل لعماد دونجا لعب خط وسط الفريق 150 ألف جنيه ليه علشان المشدة اللي حصلت ما بينه وبين زميله في الفريق محمد حسام بيسو خلال المران في الأيام اللي فاتت القرار جه من جانب إدارة الكرة لفرض حالة من الانضباط داخل الفريق قرار مهم جدا الانضباط ضروري جدا للفريق بشكل عام طيب الكولومبي أسوريو والمدير الفاني لدي الزمالك حاليا بيقوم بمعالجة لمحمد أشرف روء لعب خط وسط الفريق بيعالجه نفسيا هو طلبه بعدم الانسياق وراء الجماهير طلبه أن هو يركز أكتر في الملعب علشان ما يحصلش معاه زي اللي حصل في مباراة الفريق الأخيرة أمام الداخلية وده خلاه بعيد شوية عن تركيزه داخل الملعب ليه كان مركز مع الجمهور وانطباع الجمهور رؤى تعرض لانتقادات كبيرة جدا من الجماهير في الفترة الأخيرة ده اللي خلاه يدخل في مشهدة لفظية مع أحد المشاجعين خلال مباراة بروكسي في كأس مصر طيب احنا برضو لسه مكملين مع أخبار نادي الزمالك خلونا نشوف الجهاز الفني اللي نادي الزمالك بقيادة أسوريو اللي أعلن خلاص عن القائمة اللي حتخود مباراة الفريق مباراة طلاقع الجيش اللي حتقام بكرة إن شاء الله السلساء على أستاذ القاهرة الدولي ده اللقاء المؤجل من الجولة الرقم 23 لمسابقة الدوري الممتاز خلونا نروح بقى للقائمة حيكون في حراسة المرمى محمد عواد محمد صبحي خط الدفاع حمزة المسلوسي حسام عبد المجيد مصطفى الزيناري محمد ضطار أحمد فتوح والكمباك حاتم محمد خط ده خط الدفاع خط الوسط نبيل عبد دونجة محمد أشرف رؤة سيد عبدالله النيمار سيف جعفر أحمد بالحاج ومحمود عبد الرازق شي كبالة أحمد مصطفى زيزو إبراهيم نداي مصطفى شربي أما خط الهجوم حيكون سيف الدين الجزيري ناصر منسي وسامسون أكينوليا